أشارت دراسة صدرت من منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض نسبة المدخنين في العالم لكن المختصين في الجزائر يؤكدون عكس ذلك الارتفاع عددهم تقرير سابرين أبو عبلا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية تقريرا يشير إلى انخفاض نسبة المدخنين في العالم يؤكد المختصون في الجزائر أن هذا الانخفاض يقتصر على الدول المتقدمة فقط نحن نرى أنه في الجزائر ربما الصورة مختلفة بحيث أولا أنه من ناحية السعر حتى وإن كان ارتفاع طفيف ما زالت السجاير والتيبغ بصفة عامة في متناول الجميع ما فيش احترام ربما لكل القوانين لصدرت في مخص تحريم استعمالتيبغ يذهب أهل الاختصاص إلى التأكيد أن الآثار السلبية للتدخين ترشح للارتفاع في الجزائر وذلك بحكم عدم المساحات المخصصة للمدخنين وكذلك التأثيرات السلبية للسجارة على غير المدخنين ما زال ارتفاع في الاستعمال التبغ وكذلك استعمال ارتفاع في المخاطر انتع الناس لما يدخنوه ولكن هم موجودين في فضاءات موجودين فيها مدخنين وبالتالي هم يكونوا ضحايا سلبيين لما يجري في فضاءاتهم وبالفعل فالملحوظ هو عدم احترام العديد من المدخنين إلى إشارات منع التدخين في المساحات المغلقة مما يؤثر سلبا على الأشخاص المحيطين بالمدخن حسب إحصائيات ونظمة الصحة العالمية فالتدخين يقتل شخصا كل ست ثواني ما يعادل ستة ملايين شخص في العالم سنويا الأمر الذي يجب تجنيد مختلف الوسائل لتحفيز المدخنين على الإقلاع عن التدخين